القادي طارق بيطار مآمن انه رح يخلص التحيق بقضية انفجار المرفق وانه كل العلاقيل السياسية والقضائية مش رح تمنعه كيف؟ بيعتقد بيطار انه مدعي عام التمييز لقادي جمال الحجار قادر يترجع عن قرارات سلف وغسان عويدات لمدعي عليه بالملف عويدات كانت دعا على بيطار بجرم اختصاب السلطة وحاصروا من خلال منع الجسم القضائي والضابطة العدلية من التعاون معه او تنفيذ اي مذكرة صادرة عنه وكرميل هيك اجتمع بيطار بالحجار خمس مرات من وقت تكليف الحجار برئاسة النيابة العامة والتواصل بين الطرفين بعده مستمر حتى يلتقى حل للعرقلية اللي كان راسع عويدات مجرد التواصل بين بيطار والحجار هو خطوة مهمة باعتبار انه محور عرقلي للتحيق كان مراهن انه يبقى بيطار مزروب ببيته محاصر ومقطوع عن قصر العدل والقضاء اذا ما تراجع الحجار عن قرارات عويدات بيبقى قدام بيطار يلاقي بنفسه مخرج جرائم العرقلي المرتكبة بحق التحيق والعدالة يعني انه يتخطى بيطار كل هالعرقيل من خلال اصدار القرار الاتهامة اللي بيكشف لللبنانيين مين المسؤول عن تفجير مرفق بيروت وقتل اكتر من 240 شخص وبحسب اجواء قصر العدل انجز بيطار اغلب مضمون القرار الاتهامة وكون تصور فعلي خاص بالتحيق بس طبعا بيطار بيفضل التعاون مع النيابة العامة وصدر القرار الاتهامة وفق المسار للقضاء اللازم تيقول لللبنانيين مين المسؤول عن تفجير المرفق وكيف